أعتقد ستلوزير أن التدخلات الأجنبية والإقليمية سواء من الدول القبرى أو من الدول الإقليمية لها دور في تفجير الأوضاع في ليبيا بهذا الشكل؟ يعني تدخلات بالتأكيد من دول خارج النطاق الإقليمي لها تأثير بالغ السوء ونرى في دعم التنظيمات الإرهابية في نقل الأسلحة وفي انتقال المقاتلين الأجانب إلى الساحة الليبية ودلوع عدد من الأطراف الخارجية في هذا أمر طبعا بيهدر فرص الحل وفرص التوصل إلى تحقيق الاستقرار الهدف من الاجتماع على مستوى الاتحاد الأفريقي هو مجرد خلق دعم للمبعوث الأممي خلق دعم للمصاري السياسي توزيف الدول الأفريقية لاتصالاتها وصلاتها مع الأشقاء في ليبيا لتشجيحهم على الوصول إلى نقطة التوافق السياسي وفقا للاتفاق السياسي الذي اعتمدته الأمم المتحدة وبحيث تستعيد مؤسسات الدولة قدرتها على بسط نفوذها وبسط سيطرتها وخاصة الجيش الوطني الليبي والجهود اللي بتقوم بها مصر لتوحيده لأنه مش متصور أنه نقدر نصل إلى مرحلة انتخابات نزيهة معترف بها وشرعيتها دون أن نحقق الاستقرار الأمني دون أن يكون المواطن الليبي عندما يقترع في أمان وليس مهدد من قبل ميليشيات أو من قبل أطراف متطرفة طيب هل نتسادتك من الملف الليبي إلى قمة هامة جداً النهاردة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي ورئيس عمر البشين سيد الوزير إجابة هذا السؤال أرجو أن تكون بسيطة وصريحة يعني الجميع يسأل نخرج دائماً من هذه القمم بعبارات جميلة جداً والشكل العام يدل على مبادئ كبيرة جداً وراقية جداً لكن أين نحن على الأرض من هذه العلاقات؟ بكل وضوح نحن نشهد خلال 6 إلى 9 أشهر الماضية ركود في التواصل بين الأطراف الثلاثة العملية التفاوضية وكانت منظمة ولها إطار سواء في التساعي أو في اللقاءات الوزراء الخارجية أو الراي كانت متواصلة وكانت على المستوى الفني تسير بوتيرة تطمئن إلى إمكانية الوصول إلى توافق وحلول بالنسبة لقضية المياه والحفاظ على المصالح الدول الثلاثة توقفت هذه المفاوضات خلال سبتة أشهر الماضية وكان من الضروري أن يكون هذا اللقاء لمراجعة الموقف ووقوف على سبب هذا الجمود وكان النتاج هو بأننا نكسر هذا الجمود باستعادة وتيرة اللقاءات وبالفعل تم الدعوة لعقد اجتماع في القاهرة يوم عشرين القادم لوزراء الخارجية والراي يعني أنا كقارئ المسل لو ستك سمحت لي هناك جانب سياسي يظهر في رونقه التام وهناك جانب تقني أو فني يبدو أن الأمور فيه لا تسير على ما يرام هل عندما توقفت هذه الأمور لاختلافات فنية هل تم اليوم الاتفاق على أسس جديدة تبدأ في إطارها المفاوضة؟ تم إعادة التأكيد على الأسس التي أقرت فيه اتفاق الإطاري اتفاق المبادئ الذي تم إبرامه في 15 مارس 2015 وهي بعدم الإدرار بمصالح مصر المائية وقبول حقوق إثيوبيا في التنمية وأنه أي مشاورات فنية ليجب أن تؤكد وتعزز هذه المبادئ فالأمر في الحقيقة لا يخرج عن هذا الإطار واستعادة المفاوضات هي بإرادة سياسية لدول الثلاث بضرورة التوصل إلى حل